مرة أخرى تعاود هيومان رايتس ووتش طرح الخطر الكبير الذي تمثله الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمحرمة دولياً على حياة المدنيين في اليمن المنظمة أكدت في أحدث تقرير لها أن المئات من المدنيين قتلوا أو أصوبوا أو شوهوا بسبب الألغام فيما لا تزال هذه الألغام وفقاً للمنظمة الدولية تعيق عودة المدنيين إلى منازلهم ليس الجيش إذن من يواجه القاتل السري هذا فالمدنيون يخوضون معركة لا تقل ضراوة مع قاتل يتوزع في شكل حقول تحت الرمال أو في الطرقات وفي عتبات المنازل البحر أيضاً لا يخلو من هذا القاتل لكنه ليس متخفياً بل مراوغاً يطفو على الماء وينفجر مع اتصاله بأول جسم متحرك كهذه الألغام التي عثر عليها على شاطئ البحر الأحمر وبالتحديد في ميدي هذه الحقول من الألغام زرعتها ميليشيا الحوث والمخلوع صالحة الانقلابية في كل مكان والناس هم حصادها اليوم فيما يكافح الجيش الوطني لتخلص البلاد من نحو نصف مليون لغم وفقاً لتقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الألغام المخادعة كهذه هي أكثر من يلحق الضرر بالأفراد عسكريين كانوا أو مدنيين فهي مصنوعة من مواد بلاستيكية وبأشكال شديدة شبه بالبيئة التي تزرع فيها الخبرات السيئة أفرغتها إيران وذراعها حزب الله هنا في بيئة الحرب هذه وفي هذه الأشكال من الألغام التي تقتل وتزرع الموت لأشهر وربما لسنوات أكثر من 30 ألف لغم تزعتها الفرق الهندسية التابعة للجيش حتى ما يومن العام المنصرم وفقاً لمدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام في عدن العميد مهندس قيد هيثم حلبوب لكن جهداً كهذا لا يزال واجه عمليات لا تنقطع من زرع حقول الألغام في مناطق المواجهات وفي ظل محاولات يائسة تبذلها الميليشيا لوقف تقدم الجيش الوطني وخلق بيئة خطرة في التجمعات السكانية الرافضة لنفوذ الميليشيا والمناهضة للانقلاب اشتركوا في القناة